المنظومة الصحية اللي بيتم تطويرها خلال السنوات اللي فاتت خاصة منظومة التأمين الصحي الشامل استحدث خدمة او استحديثت خدمة جديدة اسمها إدارة رضاء المنتفعين هي صوت المريض لضمان حصوله على خدمات الرعاية الصحية بسهولة ويسر وكمان الأهم تكون بجودة عنه صحيح يا شازلين حيانو هذه الإدارة إدارة رضاء المنتفعين هتكون همزة الوصل بين متلق الخدمة والمنشأة الصحية تابعة الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل ده لضمان تقديم خدمة طبية تحظى برضاء المواطر خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دفنا دكتور أحمد دونقل مدير إدارة رضاء المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل سبع خير حضرتك يا دكتور موارنة سبع خير حضرتك سبع خير حضرتك أهلا وسهلا بيك أهلا بحضرتك طبعا بشكر حالكم على دعوال كريمة أهلا بيك أهلا بيك أيها نتكلم عن إدارة رضاء المنتفعين دي أعتقد دي حاجة مهمة جدا مع مرور الوقت الخدمة خلينا نقول إن هي بتهمل دي أبداك للأسف كانت مشكلة كانت عندنا وبتهمل وما كانش فيه متابعة وبالتالي فما كانش بيقى فيه فرصة عشان نقدر نحن نحسن جودة الخدمة مرة أخرى فكرة رضاء المنتفعين إن المواطن يكون لي إدارة يقدر يرجع ليها عشان يقول رأيه لو عنده شكوى أو حتى لو عايز يثني على الخدمة عايز عرفنا حضرت عن تكلمنا أكتر عن هذه الإدارة وهذه الخدمة الجديدة تمام يا فنم هو يمكن طبعا حضرتكم لخصوا الموضوع كله يعني أنا يمكن مش لاقي كلام أقوله هي بالفعل إدارة رضاء المنتفعين هي مفهوم متطور مفهوم تم استحداثه داخل الهيئة العامة للعاية الصحية ومنشآت الهيئة العامة للعاية الصحية زي ما قلت حضرتك هو بيسعى دايما أنه يكون حلقة الوصل وجسر التواصل ما بين المنتفع ومطلق الخدم وموما بين المنشآت اللي بتقدم أو مقدم الخدمة نفسه ورجعنا وراء شوية لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 زي ما حضرتك عارفها وحضرتك عارف أن تم فصل الجهة اللي بتقدم الخدمة عن الجهة اللي بتمول الخدمة عن الجهة اللي بتراقب وبتعتمد المنشآت اللي بتقدم هذه الخدمات في ظل قانون أو منظومة التأمين الصحي الشامل مع التطور ده كان لازم يكون عندي إدارة ترائب مدى رضا العميلة أو المنتفع أو مطلق الخدمة عن الخدمات من عدم وفي حالة عدم رضا لازم نقف ونحلل هذه العملية ونشوف بالضبط المشكلة فيه طيب إحنا بنعرف منين هو راضي أو مش راضي طيب هي طبعا نفنم هي عملية كبيرة شوية خلينا نخدها مرورا أو نرجع لستراتيجية مصر 2030 إحنا طلب مننا بمنتهى الأمانة أن إحنا نذاكر استراتيجية مصر 2030 ونركز على الأهداف الاستراتيجية الخاصة بمنظومة الصحة أو التغطية الصحية فلقينا أن لازم رقم واحد كان لازم يتم تقديم خدمة صحية بالعدالة والإنصاف ووقفنا عند كلمة العدالة والإنصاف وبدأنا نشوف إزاي نقدر نوظف هذا الهدف عندنا إحنا كرداء منتفعين بدأنا نعمل زي استبيانات استطلاعات رأي للمحافظات اللي إحنا داخلين نشتغل فيها علشان نعرف الناس رضي عن الخدمات السابقة ولا لا وفي نفس الوقت نعرف التطلعاتهم إيه الفترة الجاية علشان نبدأ نشتغل عليها ونرتبها الحاجة الثانية كان الهدف الاستراتيجي الثاني الجودة لازم برضو طالما بتكلم عن جودة لازم على طولها روح داحية رضا العميل والهدف الاستراتيجي الثالث في رؤية مصر 2030 كان بيتكلم عن حوكمة الصحة فطالما حوكمة يبقى بنتكلم عن شفافية ومساواة يبقى لازم برضو أرجع للعميل ومطلق الخدمة وعرف إذا كان هو راضي أو بيشعر بالأمان والعدالة ولا لا فكل هذه الأداف خدمتنا أن احنا نشتغل على مفهوم جديد ألا وهو رضاء المنتفع أو رضاء العميل هي بالمناسبة الإدارة اسمها الإدارة العامة لرضاء المتعاملين لكن هي معروفة عند الناس كلها أنها اسمها رضاء المنتفعين بنقيس الموضوع إزاي عندنا إجراءات كثيرة جدا بيتم من خلالها قياس مؤشر رضاء المنتفع وإيه الفرم بين الاتنين المنتفعين والمتعاملين هما المنتفع فندم يمكن هو مطلق الخدمة فقط لكن المتعامل قد يكون من العاملين أو المنتمين للهيئة وقد يكون متعامل خارجي اللي هو مطلق الخدمة ويمكن حضرتك تعلم أن نحن عندنا بالفعل في الهيئة العمل الرعاية الصحية وحدة وإدارة مختصة للدعم المعناول للعملين يعني نحن نرعى المفهمين رضاء العميل الداخلي ورضاء العميل الخارجي خاليا نقول العملية بتدار إزاي؟ يعني إيه اللي بيحصل؟ أنا دلوقتي مواطن حابب أبدي رأيي سواء أن أنا أثني على الخدمة أو يكون عندي شكل تمام يا فندم يبقى إحنا نتكلم عن العملية إحنا نتكلم عن تقييم رحلة المنتفع داخل منشآت الهيئة العمل الرعاية الصحية يمكن الدكتور محمد العقاد كان في استضافة حضراتكم وتكلم عن التطور اللي حصل في منشآت الهيئة العمل الرعاية الصحية لفترة اللي فاتت ومنذ بداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مع هذا التطور لازم يكون عندي كمان تطور في الفكر إن أنا إزاي أتعامل مع مطلق الخدمة فبيتم تقييم تجربة المنتفع أو مطلق الخدمة أو المريض داخل المنشآة من لحظة دخوله يا فندم للحظة خروجه ببدأ أسأله بالضبط هل أنت راضي عن معاملة أفراد الأمن؟ هل أنت راضي عن مكتب الاستقبال داخل الوحدة أو داخل المستشفى؟ هل أنت راضي عن تعامل التمريد؟ هل أنت راضي عن تعامل الأطباء معك؟ هل قبلتك أي مشكلة في عملية الحجز أثناء ما اتصلت بمركز خدمة العملة الخط الساخن الخاص بالتأمين الصحي الشامل علشان تحجز في المنشآة هل قبلتك أي مشكلة؟ فبقيم العملية كلها في إطار استقصاء أو استبيان أو استطلاع رأي علشان أقف عند التحديات اللي قبلته وفي نفس الوقت النقاط الإيجابية أعززها وكبرها وحسنها عظيم طيب هو قبلته مشكلة دلوقتي مثلا سواء بقى من فرض الأمن أو من التمريد أو من أي حد من الأطقم الطبية أو ما خدش الخدمة اللي هو كان مفروض ياخدها يعمل إيه؟ طيب يعمل إيه فنم دي أصبحت دلوقتي سهلة جدا يعني إحنا عندنا محاور وقنوات اتصال متعددة للتعامل مع العميل أو المنتفع رقم واحد طبعا هو مركز خدمة العملة ده بيشتغل على مدارة 24 ساعة يتم التواصل معاه في أي وقت ويعبر عن شكوته ويطلب تسجيل شكوته ده له 15-34 بالضبط فنعم 15-344 بيتصل هو نفس الخدمة نفس الخط اللي بيتم من خلاله حجز الوحدات والمراكز الطبية أنا دلوقتي لما باجي أتوجه الوحدة الصحية أو مركز طبي مش زي الأول بتوجه وبعد كده أستنى دوري لا ده أنا ببقى عارف وننازم من البيتي عارف أنا هروح الوحدة الساعة كام وهدخل للدكتور مين مين والساعة كام طبعا مين والساعة كام طيب أليه تتحقق بقى من لو هنكلم في حالة الشكوى يعني أليه تتحقق من الشكوى إيه اللي بيحصل يعني أنا دلوقتي عميل اتكلمته وحجزت معادي مع طبيب معين في وقت معين سواء أنا فعلا عندي مشكلة أو في أحيانا ناس يعني مش هقول بتفتعل مشاكل لكن بيبقى عنهم وجهة نظر مختلفة شوية عايزة عرف من حضرتك أليت التحقق من الشكاوى إزاي هو أنا يا فاندم يعني اسمحي لي برضو أنا بس اتكلمت عن محور واحد فقط أو قناة واحدة فقط من استقبال الشكاوى لكن أنا عندي بالفعل فريق عمل جوه المنشآت اسمه فريق رضاء المتعاملين أو فريق رضاء المنتفعين ده دوره إنه هو يتعامل مع المنتفع فور ورود أو حتى استبصار عنده على طول يتعامل معي يتوجه له ويتعامل معي ومع كل الصلاحيات إنه هو يدلل كل الصعوبات قدام المنتفع أو مطلق الخدمة داخل المنشآت سؤال حريك أنا أعتقد حريك بسألي عن الكل سنتر اللي هو سجل شكوى من خلال التليفون شكول سنت أي إن كان كل سنتر إن كان رسالة اتبعتت إن كان حتى في المنشآت الصحية نفسها على طول يا فنم بيتم التواصل مع المنتفع مقدم الشكوى والإنصاط لي والاستماع لي خلال قد إيه في نفس اليوم يا فنم ده في نفس دي تعليمات صارمة عندنا من السيد رئيس الهيئة تعليمات صارمة الشكوى يتم التعامل معها في نفس اليوم بيتم التواصل معاه سواء تسجلت على مركز خدمة العمل سواء تسجلت داخل المنشآة سواء تسجلت على صفحات الرضاء المنتفعين على سوشيال ميزيا وموجودة سواء تسجلت على منظومة الشكوى الحكومية كل قنوات الاتصال اللي بيتم تسجيل فيها شكوى لازم وحتماً أو لابد يتم التواصل معه وحلها في نفس اليوم يفيدنا في الموضوع ده أو يبقى بموضوع الفصل اللي حضرتك تتكلم عليه في الأول فصل مقدم الخدمة عن المراقب والمتابع عن اللي بيشوف مدى إرضاء المنتفعين لأنه هم لو كانوا واحد ما كناش هنحل حاجة صحيح فدي ميزة الحقيقة متفق محرك جداً هو بالفعل دلوقت النظام الحالي بيتيح أن ما تبقاش جهة واحدة هي اللي بتقدم الخدمة وجهة هي اللي بتمول الخدمة وجهة هي اللي بتراقب وبتعتمد مدى جودة هذه الخدمة مسألة الفصل ده نفعنا جداً علشان يكون عندنا تعددية في التعامل علشان يبقى فيه جهة رقبية أو جهة بتتابع وتقوم بمتابعة هذا العمل وتقول إذا كنا احنا فعلاً ماشيين في الإطار والمصار الصحيح ولا لا فده نفعنا بشكل كبير جداً جداً طيب زي ما كان جمانا بتقول مثلاً نفرد الراجل طلع ما عندوش حق بس عنده وجهة نظر محتاج حد يوضح له وجهة النظر بنعمل في الحالة دي ايه؟ وفرد طلع فعلاً عنده حق وعنده مشكلة مع دكتور من الدكاتر الموجودين عايز أقول لحضرتك أن يعني كتير من الأمور اللي تم تصحها ولازم اعترب بدا كانت بتوجيه من العمل وتلقي الخدمة يعني كان فيه أمور كتيرة جداً قد تمر علينا شوية أثناء التشغيل كان دايماً المنتفع وفيه ناس عندها يعني إجابية عالية جداً فكان يقول لنا طيب انتو بس لو عدلتوا الموضوع ده بشكل معين هيكون العائد أكبر وأعلى ليت بالطراحات كمان جداً والأمور دي كان يعني حتى يعني السيد الرئيس الهيئة فعلاً كانت بتجيله رسائل في هذا الإطار وكان بيكتمع بنا وقول لنا أنا جات لي موضوع بيتكلم عن كذا أو مقترح بيتكلم عن كذا ياريت نراجع الموضوع ده لما بنرجعه بنشتغل عليه فعلاً بيلاقي أن الموضوع ده عد بالنفع علينا وعلى المنظومة وعلى مقدم الخدمة وعلى المنتفع طبعاً في المقام الأول فدي بالنسبة لنا طبعاً بنتبنى كل المقترحات وبنشتغل عليها وبنحب جداً المقترحات البناء يعني لما حد بيشعر بالولاء وده على فكرة إحنا لمسينه في شكل كبير أن الناس في الأول برضو حتت أن أنا أتوجه لوحدة الأول وبعد كده من الوحدة المستشفى فكان فيه شيء من قليل من المقاومة لكن دلوقتي خلاص الناس بقت عارفة نداء لصالحه بقى لكل أسرة ملف أسرة كامل داخل المنشأة تاريخ الطب للأسرة كلها معروف ومعلوم لدى طبيب الأسرة بيبقى هو عارف هو متوجه للطبيب اسمه إيه بيبقى عارف أنه عنده كل المعلومات والتاريخ الطب الخاص بحالته عند هذا الطبيب فالمسألة أصبحت كويسة فلما الناس شعرت بالأمان والولاء اتجاه موضوع التأمين الصح الشامل أصبحت هي اللي كمان بتنصحنا باستمرار إزاي تحسن دي إزاي تساعدنا لما حتى بيبقى فيه انطباع عند بعض الناس سلبي أو محتاج مراجعة بيبلغونا بيه علشان نشتغل عليه ونحسره مع بعض طيب فيه خطوة حقيقة أنا شايفان هي إيجابية جدا وهي فكرة تعليم لغة الإشارة لمسؤولي إرضاء أو العاملين في وحدة إرضاء المنتفعين دي خطوة مهمة جدا وأعتقد تاخد مجهود مش بسيطة برضو هو بالفعل فاندم كانت خطوة مهمة زي ما حريك قلت إحنا طبعا كان بيتردد علينا على المنشآت عندنا ضعاف السمع والكلام وفيقى طبعا وعدد مش قليل فعلى طول توجهنا صوب المجلس القومي لشؤون ذا والإعاقة وطلبنا منه أنه هو يدرب فريق العمل عندنا على التعامل بلغة الإشارة وبالفعل تم عقد برنامج تدريب تخصوصي كبير للثلاث محافظات وعايز أقول لحضرتك أن كل الفرق اللي حضرت هذا البرنامج أصبحت الآن تجيد التعامل بلغة الإشارة ويمكن إحنا ننظرين على صفحة الهيئة وعلى الصفحات الخاصة برضو المنتفعين بعض الفيديوهات الفرق بتاعتنا عملاها بلغة الإشارة إزاي يدير حوار مع ضعاف السمع والكلام وعايز أقول لحالك كمان أن إحنا لسا مكملين في هذا الإطار يعني إحنا الفترة الجاية إن شاء الله داخلين برنامج تدريبي أكثر شمولا بقى أن هو بس مش يبقى قاصر على ضعاف السمع والكلام لا باقي الفئات الأخرى عظيم دكتور أنت عارف أن إحنا كمصريين عندنا حتة كده بناخدها من التجربة دايما يعني مثلا أنا رحت وكشفت عن الدكتور شخص معين مثلا دكتور معين فحد رايح فبقول لأ روح الدكتور ده شاطر قوي روح له وهيرايحك وهيتكلم معاك وهيخد ودي معاك في الكلام هل المنتفع أو المتعامل ليه حق أنه يطلب الدكتور ولا هو بيدخل ويكشف بحسب الدكتور الموجود حق أصيل حق أنه يطلب الدكتور اللي هيكشف عليه حق أصيل يا فن علشان كده بقول لحضرتك أن خدمة الحجز من خلال الكول سنتر ده أولا رفعت إيد أي حد أنه هو يميز أو أنه هو يدخل حد قبل حد زي ما حراك عارف الأمور اللي كانت بتحصل لا أصبح الموضوع مميكا بشكل كبير جدا بيتم إبلاغ المنتفع في التليفون أن أنا عندي دكتور فلان والدكتورة فلانة حضرتك متابع مع مين بيختار الدكتور فلان على طول بيتم الحجز بيبقى متوجه للمنشأة وعارف أنه هو داخل الدكتور فلان الساعة كذا يوم كذا فدي من ضمن يعني الإيجابيات الكبيرة جدا جدا وهي ما يكنت عملية الحجز نفسها وقتت بالنفع وزي ما حراك قلت أن هي ضمنت للعميل أو المنتفع أنه يختار بالفعل اسم الطبيب اللي هو يتعامل معه أو يجري الفحص الطبيعي طيب وحنا نتكلم عن الكول سنتر حضرتك قلت الرقم 15-43-44 برضو خلينا نعرف من حضرتك الوقت اللي أقصى وقت اللي ممكن المنتفع أو المتصل ينتظره قد إيه على ما يتم الرد عليه لسرعة الاستجابة خلال قد إيه لو حصل وهو نفسه عنده شاكه كول سنتر يعمل إيه قلنا بعض التفاصيل طيب هو طبعا الفندم يمكن فيه ببقى فيه بعض الأوقات على مدار العام بيبقى فيه ضغط كبير جدا زي مثلا التوقيت الحلي اللي احنا فيه وده بيرجع بسبب فحص المدرسي للطلبة زي ما حالك عارفة أن أي طالب علشان يدخل يتقدم لصف دراسي معين لازم يتم إجراء الفحص الطبيلي فطبعا دي أوقات من السنة بيبقى فيها ضغط عالي جدا لكن التعليمات المشددة وده كلام على مسؤوليتي أنا الشخصية لا تتعدى مدة الحجز 48 ساعة طيب في حالة أن الحالة ما تستدعيش أبدا أنه هو مش هينفع أنه ينتصر ما ينفعش لكده كده فندم عندنا أقسام التوارق متاحة في كل المنشآت على مدارة 24 ساعة يتوجه اللي احنا بنتكلم في خدمة حجز عيادة أنه هو رايح علشان يقعد مع الدكتور الحالة مش حرجة مش طريقة وبالتالي احنا بنقول يا فندم لو الموعيدة عندنا مقفولة أقصى معاد لها 48 ساعة طيب هل فيه استثناءات فيه استثناءات وده بتعليمات مشددة كبار السن وده والهمة ده يتوجه يا فندم للوحدة في أي وقت وهيدخل العيادة من غير حجز من غير حجز لكن لو عيادة وأنا عندي مثلا ضغط مكالمات الحد الأقصى للانتظار 48 ساعة وده مقارنة على فكرة بالأوضاع أو النظام العالمي يعني دايما ما يعتبرش حاجة طيب الحالة لا تستبعي زي ما قلت لحضرتك للانتظار على طول يا فندم يتوجه للطوارق التوارق متاحة لي ومستعدة لاستقباله على مندار 24 ساعة للحاجز ويعني خد الإجراء الصحيح للعملية الحجز بس أنا بقول لحضرتك وبرضو بمنتهى الصراحة والأمانة مش بنماشي التانيز علينا هندخله برضو لكن بتبقى الأولوية دايما للحاجز واللي اتبع المسار الصحيح لعملية الحجز علشان بس نضمن إن المسألة تكون نحافظ على النظام لكن مش بأولوية الحضور ولا كلم لا لا فندم ما فيش أولوية حضور وده يمكن من المميزات اللي عايدت علينا من ميكانة هذه الخدمة بشكل كبير إن لازم يتم الحجز والمرور على كول سنتر والمكالمة مجنية يعني كده كده المنتفع أو العميل مش متحمل تكلفة المكالمة حتى لو وعد على التليفون فحالة شخص فوت الحجز بندخله يا فندم ما فيش مشكلة يعني يصدقيني في كل الأحوال هو بيدخل ويمكن المشاكل دي احنا كنا بنقابلها في الأول خالص في بداية التطبيق في 2019 لكن دلوقتي خلاص الناس حتى بقت عرفة بتختار الموعيد اللي هي عايدة تتوجه ليها وبقت عرفة تتصل إمتى وتتوجه إمتى ومين الدكتور اللي هي هتقابله وبقى فيه حتى علاقة طيبة ما بين المنتفع وما بين فريق العمل داخل المنشاة أعزو الحركة لحيك نمكن عندنا دلوقتي من ضمن الأمور اللي احنا بننفذها كفعاليات لرضاء المنتفعين إن فيه اجتماع شهري اسمه المجلس التنفيذي لرضاء المنتفعين ده بيتم عاخده بشكل شهري كل قيادات المنشأة بتحضره مش بس كده ده لازم يحضر في هذا الاجتماع ولا يكتمل قوام الاجتماع ده إلا لما يحضر ممثلين عن المنتفعين لازم وده احنا عملنا الكلام ده علشان بس يبقى فيه إشراك للعميل أو مطلق الخدمة أو المنتفع إنه هو اللي بيدير المنشأة وبييتم طرح كل التحديات اللي طلقت على مدار الشهر واندام المنتفع لطرابيزة واحدة وبييتم بحثها وإيجاد حلول لها على وفي حضور مطلق الخدمة علشان يبقى على دراية باللي بيحصل الجوال المنشأة طيب عزيزينا بص للجانب الآخر بقى أنت قلت ومش للمنتفعين فقط للمتعاملين معنا كانت نتكلم عن الأطقم الطبية وكل العاملين في هذه المنشأة الصحية هل فيه تقييم مستمر احتياجاتهم ممكن تكون عاملة إزاي إزاي ممكن نتعامل معاها إزاي ممكن نلبيلهم احتياجاتهم وفي نفس الوقت برضو نحافظ على مستوى الخدمة المقدمة للمنتفعين والله يا فنم خليني أو أكد لحضرتك إن بيئة العمل الحالية دلوقتي داخل منشآت الهيئة بعد ما تم التطوير سواء في البنية التحتية أو التجهيزات أو يعني الأمور كمان الخاصة بالأمور المادية لفرق العمل أصبحت دلوقتي الفريق العمل راضي بالفعل عن العمل داخل منشآت الهيئة العامة لرعاية الصحية كمان مع رضا المنتفعين الناحية التانية فحنا هنا بنعمل يعني نوع من أنواع التوازن علشان الناس تشعر داخل منشآتنا وداخل هيئتنا بالرضا وفي نفس الوقت برضي بقى المنتفع راضي فيحصل عملية توازن وتكامل بين الطرفين لكن خلينا أكد لحضرتك لا فرق عملنا عندهم ولاء كبير جدا للهيئة بيشتغلوا في جو وفي بيئة عمل مناسبة وصالحة والأمور إن شاء الله بيتم تقييمهم باستمرار على طول يا فندم أنا أريد الحركة من ضمن معايير التقييم التقييم المؤسسي تقييم رضا المنتفعين يعني بنشوف عدد الشكاوى لطرقة في حق المنشآت دي وده بيتم ولو شخص مثلا معين تكرر الشكوى منه مثلا لا يا فندم ده بيتم بقى اتخاذ الإجراءات القانونية معاه وبنعرض الموضوع على الجهة المقتصة علشان تحقق في المسألة بما يضمن يعني أن يحصل عدالة في القرار ويحصل شكل من أشكال الإنصاف لأحد الطرفين سواء كان المنتفع أو مقدم أخير طيب ده يتطلب برضو أنه يكون عندنا فريق مؤهل ومدرب بشكل كبير جدا إزاي ده حصل يعني إزاي قدرنا نحن ندرب ويكون عندنا فريق تابع لإدارة رضاء المنتفعين بيتعمل مع عدد مهول من المواطنين والحقيقة بتعمل معهم في مواقف صعبة برضو يعني كل شيء يتعلق بالصحة تبقى الشخص الشوية يكون متوتر مرتبك الآن صحيح فن هو أنا يعني اسمحوا لي بس أن أنا أنتهي سورة وجودي مع حضراتكم وقدم كل التحية والتقدير لفريق عمل رضاء المنتفعين بمحافظات التأمين الصح الشامل زي ما حضرتك قلت بالفعل هم يعتبروا الجهة أو الكيان أو الإدارة التي تتعامل مباشرة مع المنتفع أي منتفع بتقابلوا مشكلة أو شك وعلى طول بيتوجه ليهم بشكل مباشر تم تدريبهم يعني عزوا حرك نحن على طول شغالين تدريبات يعني الحد مبارح الصبح وإحنا كنا عملين تدريب يعني مسألة برضو الزوم ميتنج والكلام ده يصر علينا كتير إن إحنا نلتقي بفرق عملنا باستمرار بندربهم على مهارات التواصل إزاي يتعاملوا بتفاوض إزاي يبقى فيه جودة شاملة من منظور العميل وهكذا لا بيتم طبعا فندم التدريب باستمرار وكمان البرامج التخصوية اللي أنا قلت عليها اللي هي الخاصة عظيم جدا بنقدم الخدمة بشكل جيد وبشكل كمان يليق بالمواطنين وبنفهمهم عشان لديهم موجة نظر أو كده بنبسط لهم الأمور برضو لهم بيدخلوا مخضوضين كل شكر لحضرتك شرفتنا شكرا أحمد دوق المدير إدارة رضاء المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل شكرا جزيلا شكرا 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 شكرا